الممرات اللوجستية تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية تحول مصر لمركز مهم للتجارة الدولية واللوجستيات كان ولا يزال جزءاً رئيسي ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع استراتيجية متكاملة للدولة المصرية فكان تشيد الممرات اللوجستية كإحدى ركائز التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية اللوجستية التي تدعم مختلف المشروعات القومية سواء زرعية أو صناعية أو خدمية أو تعدينية شكلت تلك الممرات شرايين حياة جديدة وشبكات ربط حيوية بين ارتكازات ومناطق الانتاج بالموانئ البحرية والجافة من خلال شبكات سكك حديدية متطورة وشبكة طرق طراعي على المعايير الدولية في الجودة والتنفيذ لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية بلها إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 نحو 129 مليار بنار كما عملت الدولة على تطوير الممرات اللوجستية التنموية دشنت مشروع القطار القهربائي السريع ليغطي مسافة 2000 كم على ثلاث خطوط تم الانتهاء من 45% من الخط الأول من خلال 42 شركة مصرية وطنية